ايه اكتر يوم حسيت فيه بالقوة بعد العملية و ايه اكتر يوم كنت تكاد تضعف لا ما حصلش الضعفة قوي حصلت بس تاني يوم رمضان بالليل يبدأ يجي لي هلواسة شوية من ال بتعليم تكون تحتنا دي الازاز اسمها ايه PCI ايه 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 بالعربي PCI دي بتسميها Patient Controlled Analgesia هي بيبقى يعني المريض بيدي نفسه المسكن لما يحس بالقلم وهي بتبقى مظبوطة انه ما يديش نفسه جرعة زيادة فدي بتبقى حاجة مريحة جدا يعني مهدق يعني بس بالنسانية بكيتش مريحة بيبقى فيه المسكن اللي هو يعني من المخدرات اصل هو المريض في اول يوم او يومين بعد العملية طبعا النظر بيبقى الوجع اقل لكن لو في عملية فتح بطنة او حاجة قلم شديد جدا فلاس بياخد مخدرات زي المورفين او الحاجات دي كلها فدي بتتحط في في البيت بتتخد بقى بجرعات انه ما ياخدش جرعة زيادة ولا اي حجر مجرد يومين في الامر جدا لان انا حسيت انا مش انا الوهلة بالليل امت انا مش شريف ولا انا مين انا كده هو فبتليت انا متخد اي راكروسي نيشنز في هلوسة فانا ادقت انا بقى عايز اقول حاجة انا مش عايف الناس بتشعب مخدرات ليه لان ده شعور بشع ان الواحد يقس انه هو مش هو تبجيزار ده حاجة وحشة حاجة قاتلة انا اكتر وقت ادايقتي فيه لما جالي الهلوسة وحاسس ان اي ده انا مش انا وكان انا مش موجوع انا فعلا بقى امانة حمد الله ما نكونش موجوع حمد الله وحتى ما كنت ابتدي اتوجع كنت ابتنفذ بطريقة معنا مش حاسس بالوجع بس اول ما ابتدى يجيلي الهلوسة دي انا فعلا كنت متدايق حاسس ان انا مش انا وعدت حتى فكر بعد كنت اقولت الناس ليه بتخدر نفسها وياخدوا مخدراته ويشربوا الحاجات اللي يشربوها دي عشان يروحوا لعلم اخر مش لطيفة فدي انا الدكتورة هو كان بيجيلي كل يوم صراحة فانا اقولت انه شري بقى الحاجات دي بس فشل هيل اه وتدرجين الالم خف اه الحمد الله والدوش اللي حوالي وصحابي كانوا منسيني اي حاجة لانهم كانوا عايشين معي في المستشفى في الحقيقة مين بقى اكتر ناس اصحابك كماناك كلهم انا مش عايز انسى اصلي حد بس هما كل يعني اقول مثلا صحاب المدرسة صحابك في الميل دودة كله انا صحابي كانوا تحت رجلية وكانوا بيباتوا معايا وكانوا المسيحيين منهم يعودوا وقت الفطر عشان اهلي يروحوا يفطروا فهم يفضلوا قاعدين معايا كنت وانا ناين في السرير بيجيبوا لانا ما كنتش عارف استحمى يعودوا يجيبوا وفوت فيها مية بصابون ويعودوا يعملوا لي راسي بقدايا وربلايا وعلي كاين هشتفوه لا لا كانت حاجة يعني انا محظوظ ان انا عندي اصدقاء لان انا اكتشفتهم في مرة دي انهم كانوا معايا وقفين وقفين وصاحبي الان تيم كان المفروض يسافر كندا عنده شغل مهم جدا لغى كل حاجة وقعد فانا محظوظة بصحاب دي حاجة اكيد حاجة جميلة طبعا 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 حاجة جميلة دي حاجة جميلة طبعا 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 شكرا